اسم الدرس الدورة الدموية الصغرى والكبرى الوحدة جسم الإنسان الموضوع الدورة الدموية الصغرى والكبرى الهدف أتعرف الدورة الدموية عند الإنسان أتنبه وأبحث لماذا يضع الطبيب السماعة على صدر المريض؟ الإجابة يضع الطبيب السماعة على صدر المريض ليتسمع دقات قلبه أجس نبدي بوضع السبابة والوسطى على المعصام ماذا ألاحظ؟ الإجابة ألاحظ أنه يمكن جس نبدي عن طريق الضغط الخفيف على الشرايين الموجودة برسغ اليد أحسب نسق دقات القلب لأحد أفراد عائلتي عدد النبضات في الدقيقة في حالات مختلفة جالساً واقفاً إثر القيام بحركات رياضية أسجل النتائج على جدول ماذا ألاحظ؟ الإجابة عدد دقات القلب في الدقيقة تختلف عند الإنسان حسب نشاطه فتتسارع إذا قام بنشاط رياضي أو بذل مجهوداً أفكر بمناسبة عيد الأطحى تابعت العائلة عملية ذبح الخروف واحتار فراس عندما رأى الدم يتضفق بقوة كبيرة فسأل أخته فرح قائلاً أين كانت كمية الدم هذه؟ أعبر أذكر الأماكن التي يوجد بها الدم بجسم الخروف الإجابة الأماكن التي يوجد بها الدم بالجسم هي كل أعضاء الجسم أجرب وأتثبت النشاط الأول أضع يدي اليسرى على الجانب الأيسر للقفص الصدري ماذا أحس؟ الإجابة أحس بدقات سريعة ومنتظمة النشاط الثاني أتأمل الصورة وأحدد العضو الذي صدرت عنه الدقات بالقفص الصدري باختيار رقمه الإجابة العضو الذي صدرت عنه الدقات بالقفص الصدري هو العضو رقم واحد النشاط الثالث كنت بجس نبدي بالمعصم أبحث عن مواقع أخرى بالجسم لجس النبض ماذا ألاحظ؟ الإجابة يمكن الاعتماد على شرايين الرقبة لجس النبض أستنتج القلب هو العضو المسؤول عن يدور الدم في كامل أعضاء الجسم عبر الإجابة القلب هو العضو المسؤول عن دوران الدم داخل الجسم يدور الدم في كامل أعضاء الجسم عبر الأوعية الدموية الأوردة والشرين النشاط الرابع بالاعتماد على الرسم أحاول تحديد مصار الدورة الدموية مستعيناً بالسهام الإجابة يدور الدم في اتجاه واحد أولاً يخرج من القلب في اتجاه الرئتين ثم يعود إليه ثانياً يخرج من القلب في اتجاه كامل الجسم ثم يعود إليه أحدد الأوعية الدموية المصدرة من القلب والموردة له من الجسم الإجابة الأوعية الدموية المصدرة من القلب هي التي رسمت باللون الأحمر الأوعية الدموية الموردة له من الجسم هي التي رسمت باللون الأزرق أستنتج يدور الدم في اتجاه واحد يخرج من القلب في اتجاه الرئتين ثم يعود إليه وتسمى هذه الدورة الدورة الدموية يخرج من القلب في اتجاه كامل أعضاء الجسم ثم يعود إليه وتسمى هذه الدورة الدورة الدموية الأوعية التي تنقل الدم من الجسم إلى القلب تسمى الأوعية التي تنقل الدم من الجسم تسمى الإجابة يدور الدم في اتجاه واحد يخرج من القلب في اتجاه الرئتين ثم يعود إليه وتسمى هذه الدورة الدورة الدموية الصغرى يخرج من القلب في اتجاه كامل أعضاء الجسم ثم يعود إليه وتسمى هذه الدورة الدورة الدموية الكبرى الأوعية التي تنقل الدم من الجسم إلى القلب تسمى الأوردة الأوعية التي تنقل الدم من القلب إلى الجسم تسمى الشرايين أطبق النشاط الأول أكمل بما يناسب ينتقل الدم في الدورة الدموية الصغرى من إلى ثم إلى ينتقل الدم في الدورة الدموية الكبرى من إلى ثم إلى النشاط الثاني النشاط الثاني أجيب بنعم أو لا الشريان ينقل الدم من القلب إلى الجسم الشريان ينقل الدم من القلب إلى الرئتين الوريد ينقل الدم من القلب إلى الرئتين الإجابة الشريان ينقل الدم من القلب إلى الجسم نعم الشريان ينقل الدم من القلب إلى الرئتين نعم الوريد ينقل الدم من القلب إلى الرئتين لا هذا رسم اقترحه صديقي أكرم أراد أن يمثل به الدورة الدموية في جسمه أتأمل هذا الرسم وأبدي برأيي وأعلله الإجابة هذا الرسم لم تحدد فيه الدورة الدموية الصغرى وعودة الدم من الجسم إلى القلب محملاً بثاني أكسيد الكربون ونمثله باللون الأزرق أثر معلوماتي القلب والشرايين مهددة بأمراض عديدة تنقص من كفاءتها أذكر بعضها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القلق اشتركوا في القناة